مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعة اللي هي الكشري المصري مع الدقة والشطة مع كل حركاته وتكاته زي ما يقولوا المصريين والصلصة وكمان البصل المقرمش حاجة جدا روعة واللي حاب يبدأ في مشروع يعني يبيع الكشري يشوف هذه الوصفة جدا روعة وإن شاء الله بتتنفعكم للأسر المنتجة كمان خلونا نبدأ بالمقادير أول حاجة بنقع العدس أنا عندي عدس يسمونه أبو قبة أضن فأعملت كوبين من العدس بنقعه بما عادي أغسله وبعدين أنقعه أول خطوة بعملتان خطوة هي تجهيز البصل لازم أقلي البصل لإني بستخدم زيت قليل البصل الزيت اللي قليت فيه البصل بستخدمه لكل الطبخة يعني أنا محتاجة خلاص هنا قشرت البصل تمام وبدأ أقطعه رفيع زي الشرايح عشان بقليه طبعا أني عندي هذه الآلة الآن تعرفوا الآلات بدأت يعني تريح الواحد فهدي تطلع لي البصل شرايح رفيع لازم تكون زي كده الشرايح شوفوا كيف الآن إش بسويه طبعا أن البصل مع الحر هذا شوي يطلع ماء بعضهم يصفوا الماء لكن أنا خلاص أحط له ملعقة نشاة كبيرة ولازم النشاة يتغطيه تمامي يغطي البصل إذا كان في زي نشاة يعني مع البصل عادي يصفوه حاولوا حطوه في المشن وحاولوا أنكم تصفوه الكمية اللي بقليها الآن بأخذ اللي بقليها فقط الكمية اللي بقليها بضيف لي رشة من الملح الباقي بخليه بس الكمية اللي بقليها عندي زيت يكون ساخن الزيت يكون ساخن كأني بقلي بطاطس بقرب الآن لو الزيت ساخن خاص ببدأ أضيف البصل بالتدريق لنضف النوج دفعه وحده لأن البصل يحتوي على سوائل بيفيضى عليكم الزيت شوفوا أضيفه على شوية شوية أول ما أكمل إضافة البصل أوطي البصل أوطح حاجة نار واطية أول ما يبدأ الأطراف ترقع دهبية أبدأ أقلب البصل أرفع النار شوية وأبدأ أقلبه ليش بدأ يصير دهبي البصل يستوي دهبي بين الأطراف الماء بدأ ينشف البصل وبدأ يتحمر خلاص الآن بقلس أقلبه لما أوصل للون الدهبي شوفوا لو تخلونه شي يتحمر كتير يعني يرقع لونه دهبي غامق وبالزيت ارفعوه لأنه بعد ما ترفعوه من الزيت يرقع يغماق البصل يعني يرجع لونه أغمق فأنتم خلوا كده دهبي فاتح ورفعوا عشان بعدين هو برجع يغمق معاكم إذا رفعتوه غامق برجع أسود معاكم الآن خلاص حطوه كده بالصفاية بعد كده حطوه عندكم تبسي كبير أو صحن كبير حطوه على ورق صندويتشات أو ورقة لإمتص الزيت وبدأوا كده فكفكوه من بعض هو يتفتح معاكم خلاص والآن نعمل لازم يتفكفك من بعض شوفوا إنه غمق تكة يعني غمق تكة بسيطة إذا ملاحظين البصل الآن الدفعة الثانية عملت لي ملح وبدأت أقليها على نار هادئة أول ما تحمر الأطراف عليت شوية نار وبدأت أقلبه بعدين أرفعه باللون الدهبي زي كده وحطوه على التبسي هذا اللي حطت عليه ورق صندويتشات وماشاء الله شوفوا كيف الآن ما نعمل اللي هو معقون اللي ما نطبخ فيه معقون التوم تمام؟ اللي بطبخ فيه كل الكشان والسلصات عندي هنا كمية من الثوم تقريبا أنا خدت راس من الثوم بضيف له ملعقة صغيرة من الكمون ماشاء الله ملعقة صغيرة مليانة من الكمون وملعقة صغيرة مليانة من الكزبرة هذه البهارات فقط اللي بستخدمها لكل الكشري لكل الوصفة في الكشري لما أحصل على معقون تمام؟ الآن ما نعمل إيش؟ بطحن الطماطم هنا عندي طماطم معلبة وعنده طماطم فرش كده حبيتين طماطم فرش زودوا شوية ما عليها وطحنوا خلاص الآن جاهزة الآن بعمل الصلصة حق الكشري بستخدم زيت قليء البصل شوفوا اللي قليت فيه البصل بستخدمه بضيف كمية يعني حق 3 ملاعق كده كبيرة وبضيف عليها نص علبة صلصة أو علبة صغيرة صلصة وبحمص الصلصة تمام بالزيت لما يتغير لونه شوفوا كيف لونه يعني تحسي يغمق لون الصلصة لازم تتكشن الصلصة بعد كده بضيف ملعقك صغيرة مليانة من المعقون اللي عملناها الثوم وكمان بحمصها مع الصلصة لما يطلع كده ريحة شوية يعني كده تشمو ريحة الثوم والكمون الآن بضيف الطماطم اللي عصرنا اللي هو عصير الطماطم وقلبوه تمام الآن بضيف له ملح طبعا الملح حسب الرغبة أو حسب الكمية وكمان بضيف له ملعقة كبيرة من السكر أو ملعقتين صغيرة من السكر قلبوه تمام خلص وخليه يتسبك على نار هادئة ياخد وقته الآن بسلق الماكرونة عاج أسلقه ماكرونة صغيرة أحسن شي النوع الصغير أسلقه على ملح بعدين أصفيها واضيف له ملعقة كبيرة من زيت قليل بصل خلصوا الماكرونة الآن جاهزة خلوها على جنب الآن ما نعمل اللي هي دقة الكشري اللي هي الدقة يسمونها الدقة عندي فص من الثوم وعندي زيت قليل بصل وعندي رشة من الكمون ورشة من الكزبرة بطلعه على النار بس كده تتحمس شوية تطلع ريحته بضيف له ملح وبيضيف له كمان ربع كوب من الخل وكمان ربع كوب من الماء أو نص كوب من الماء دوقه بعضهم يضفوا لي عصرة ليمون بس أنا الليمون أخليه يعني على جنب أضيفه يعني لللي حاب خلوها بس تغلي وتكون جاهزة بس غلوة تاخد الآن عندي العدس اللي بليته ونقعته بضيف له الماء وبضيف له كمان من معقون الثوم اللي عملنا وخليه ينسلق لما يستوي أصفي تمام هذا هو العدس وهنا الصلصة خلاص قدني بطفيها قد استسبكت بضيف له ملعقة صغيرة من الثوم معقون الثوم آخر شي وبطفي عليها خلاص الآن الصلصة قاهزة الآن ما نعمل الشطة حق الكشري الشطة عبارة عن فلفل مطحون حار مقفف هذا أنا عملته الفلفل أو ممكن تستخدمه كشميري أو يعني فلفل شطة حمرا وضفت كمان فلفل كشميري والآن إيش منضيف منضيف من زيت قليل بصل اللي يغطي لازم يغطي الفلفل يعني يكون مغطل الفلفل ما يكون شوية والآن بطلعه على النار النار هادئة انتبهوا يحترق معاكم خلوا عينكم عليه أول ما يبدأ يغلي كده ويتغير لون يعني يطلع ريحة خلاص على طول إيش نعمل لون نضيف له من الصلصة حق اللي سبكناها حق الكشري الصلصة كده حق ثلاث ملاعق ضوفوا ما شاء الله نسمع زي الطشة تمام وطبعا هو شوية يحرق لأنه الآن تعرفوا كيف الدخاخين وضوفوا ملعقة كبيرة من الخل وشوية من الماء يعني ربع كوب من الماء خففوه خلوه يغلي شوية بس يغلي خلاص تكون الشطة قاهزة هذه هي الشطة تمام الآن بعمل الرز الرز المصري طبعا الرز هنا بضيف كمية من الزيت وبضيف كمان سمنة لازم سمنة وبضيف شعرية كوب شعرية وببدأ أحمره لما تتحمر بضيف رز مصري مغسول فقط مش منقوع غسلته أكتر من مرة وضفته ولازم تقلبوا الرز مع الشعرية والسمنة والزيت يتقلب تمام بعدين بضيف من معقون الثوم آخر كمية وبقلبه تمام بشوحهم الآن بضيف الماء اللي صلقت فيه العدس أني صفيت العدس وهذا الماء حقه بضيفه في الرز تمام بضيفه إذا كان محتاج ماء بزود وضيف كمان الملح وخلاص وغطيه وخليه على نار عالية وأغطي عليه أول ما يبدأ ينشف الرز خلاص أفتح عليه ووطي النار وحط ورقة زب دنبل لا لازم أعودتكم أو قصدير وكمان أحط تحته حديدة وخليه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ما شاء الله والآن تعالوا نشوفي العدس العدس بعد ما صفيته بضيف له ملح وبضيف له كمان من زيت البصل وببدأ يعني أقلبه على النار لما نقش لما يطلع النشاء حق العدس كده تحسوه العدس طلع كده زي المادة بيضة زي النشاء ويتفلفل معاكم يطلع حباب حباب بس انتبهوا ينحرق على نار شوفوه أقلبه على النار هادئة لما كده يستوى حباب حباب خلاص بطفي عليه وبضيف له رشة من الكمون ورشة من الكزبرة هذا العدس قاهز لازم يكون حباب حباب زي كده أني مخلطش العدس مع الرز تمام؟ الآن العدس قاهز تعالوا الآن نحضر نحط الدقة والشطة بأكواب أني عندي هدي الجقات الصغيرة اللي أقدم فيها كتير حلوة ودايما تسألوني من فين أخذت من الكماليات تيقي ما شاء الله 6 حبات أو 12 حباب باكت وهنا كمان الشطة شوفوا الشطة كانت في مصر آكلة يقدموها لنا مع طماطم طماطم فرش وعليها شطة فأني عملت نفسها محطط طماطم محطط عليها شطة دايما نعملها كده طلعت طعمه لذيذ مع الكشري والباقي بحطه في نفس الجق الصغير هذا ما شاء الله وخلاص هادي الشطة وممكن كمان حمص تسلقه حمص وتحطه مع الكشري هذا الشي راقع لكم بس أني أهم مكونين الشطة والدقة والطماطم هذا الآن فتحت على الرز ما شاء الله أشألكم الرز حباب حباب وتعرفوا المصداقية حق وده لازم ترويكم الرز وإذا ما نحرقتش بالرز ما هلش المصداقية حقي لازم أرويكم أن الرز حباب حباب طبعا أني تعلمت من جارتي هي مش جارتي هي كمان أختي الرز المصري علمني هي مصرية وعلمني كيف أضبط تمام الرز المصري والحمد لله استويت أضبطه تمام شوفوا ما شاء الله الروز كيف حباب حباب ولذيذ والآن هذا البصل حقنا طبعا البصل تقدروا تحتفظوا فيه لمدة سنة بالفريزر حطوه في علبة وحطوه بالفريزر من ستة شهور إلى سنة ولا يتغير نفس القرمشة ونفس كل شي أني أحطوه في علبة واحتفظ فيه بالفريزر طبعا أني أعمل كميات كبيرة بس لما يكون نوع البصل حلو ما يكونش كده يطلع سوائل كتير لو كان نوع البصل حلو وفرش يعني أعملوا وفرزونوا عادي الآن ما شاء الله هذا البصل وطبعا تعرفوا الطباخ لازم إيش الطباخ ميكتفيش أنه يكون كده يشرب شاهي وهو يطلع أنا عودتكم أن يشرب الشاهي صح الآن تعالوا نحضر السفرة أو نحضر صحن الكشري وهي أحلى فقرة الآن ما شاء الله بديت أغرف الرز طبعا أنا سخنت الصلصة بديت أسخنه شوية وبيتت أحط هنا الرز ما شاء الله شوفوا كيف الرز حباب حباب ولذيذ جدا في نكهة رهيبة والآن كمان أحط العدس العدس شوفوا كيف مفلفل زي محلات الكشري لما يحطوا لكم إذا أنتم رحتوا مصر وكده بتشوفوا حطت كمان الماكرونة شوفوا الماكرونة مش معقنة ولا شي حبة بحبة لأنه حملنا لزيث البصل كمان الآن بحط شوية كمان من العدس من فوق كده للزينة والآن إيش بسوي بضيف الصلصة إيش أقول لكم الصلصة رهيبة ريحتي روعة 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 طبعا صلصة الكشري تقدروا أنتم تتحكموا بقوامة تشتوني أخف من كده على زودوا شوية ماء وخففوها بس أنا أحب القوام شوية يكون كثيف أنا مرات أكل أكل الكشري وأحس قوام الصلصة كتير خفيفة فما أحباش وهنا آخر شي حطيت بين البصل رشة من البصل وكمان أقدم معه بصل يعني أنا حطت البصل كمان معه وكمان أحط معه من الصلصة للي حاب يزود يعني كمان وهنا تعالوا بدنا نتضوق حطينا من الشطة وحطينا من الدقة ومن الطماطم شوفوا ما شاء الله أقول لكم دي اللقمة فيها سعادة كمية سعادة رهيبة وهنا البصل المقرمج طبعا أني كان نفسي أفتح لكم الصوت عشان تسمعوا قرمشة البصل بس للأسف عندي تكيف صحراوي في المطبخ مزعق جدا ما بتسمعوش الصوت أنتم ما بتسمعوش حاجة يعني واللي تابعني بالتوك توك يعرف المكيف هذا حقي مشهور قدو في التوك توك الآن تعالوا للي حابين يعني عندهم بيعملوا مشروع أو بأسر منتقة هذه العلب كتير حلوة تحطوا في العلبة من الرز ومن العدس والمكارونا وكمان من الصلصة تعملوا كمان البصل هذه لازم تكون في العلبة شوية من البصل كمان وتقفلوا العلبة هذه هي علبة للي حاب يعمل مشروع ولازم يتقدم معاها بصل لازم تعملوا قنبة بصل وقنبة صلصة وتعملوا من الدقة والشطة يعني الإضافات لازم تكون هادي قنبة وتعملوا معاها مناديل ومن العقة ملعقتين تحطوا معاها وتكون جاهزة هادة للي حاب يفتح مشروع بس والله إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم بالعافية لي ولكم ترجمة نانسي قنقر